أنا عندي مشكلة كبيرة جداً عايز أتكلف فيها مع حضراتكم فيما يخص مباراة النهائي في أسالة في دوري المرتبط ليه المشكلة؟ لأنه أنا بسأل أصدقائنا من زي ما لأنا في النادي يعني بنقول لهم المباراة القادمة فيها جمهور عايزين نحضر المتش مباراة مهمة جداً للنادي الأهلي حيلاقي نادي سموحة في نهائي دوري المرتبط 2023 طيب هذه المباراة كان من المفترض أن هي أو مش كان من المفترض هي المباراة النهائية فاللي عايز أقول لحضراتكم أنه المباراة النهائية السنة اللي فاتت في دوري المرتبط أهلي والتحاد أو أهلي وفريق آخر فالسنة اللي فاتت كان فيها جمهور ما عرفش لسه نادي ما فيهاش جمهور عندي مشكلة كبيرة جداً في هذا الأمر ليه الاتحاد كرة السلة أقر بعدم تواجد جمهور 25 فرد من النادي الأهلي و25 فرد من نادي سموحة في المباراة النهائية نادي الأهلي من الأندية الكبيرة جداً نادي سموحة من الأندية الكبيرة جداً على علاقات جيدة جداً ما بين الأندية في مصر بالكامل الحمد لله الأمور ماشي بشكل جيد كل حاجة حلوة لماذا لا يكون هناك مش هقول لك الساعة كاملة نص الساعة أو زي السنة اللي فاتت مثلاً لماذا لا يحدث هذا الأمر وهنا أنا بوجه سؤالي لاتحاد كرة السلة من فضل حضراتكم ردوا علينا في هذا الأمر وقلوا لنا ليه حضرتك عملت المباراة النهائية في دوري المرتبط ما بين الأهلي وسموحة ب25 فرد للنادي الأهلي و25 فرد للنادي سموحة قد يكون هناك أسباب إحنا مش فاهمينه فلما نفهم نطلع نوضح لجمهور الأهلي لأن كل جمهور النادي الأهلي كان نفسه يحضر هذه المباراة على السوشال ميديا الناس عملا تسأل فبنسأل حضراتكم يمكن يكون عندنا أو عندكم ردوا تردولنا على هذا الأمر ده الموضوع الأولاني الموضوع الثاني في كرة السلة برضو اللي أنا أعرفه طول عمري في حياتي كلها في الكرة يعني أنا مباراة التالت والرابع بتتلعب قبل مباراة الأول والتاني هل حد عنده شك في الأمر ده؟ يعني أنا ملحقتش أدور لأننا الموضوع لسه شايفه من شوية فملحقتش أدور فهل؟ ده اللوجيك في أي طولة في العالم يعني بنشوفها كده التالت والرابع بيتلعب الأول وبعد كده الأول والتاني تخيلوا حضراتكم أن نهائي دور المرتبط حيتلعب بعد نهائي دور المرتبط حيتلعب بعد أو حيتلعب قبله قبل أنا آسف قبل التالت والرابع يعني نهائي دور المرتبط حيتلعب الأهل واسموحها بعديه بيوم حيتلعب القبل التالت والرابع حاجات غريبة جدا برضو لاحب بيشوفها في اتحاد كرة السلة بالمناسبة يعني رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة دكتور مجد يا بوفريخة شخصية محترمة جدا كلهم أصدقائنا وكلهم إخواتنا والله أنا ما بتكلم على حاجة ولكن هو موقف غريب شوية قد يكون هناك أسباب قد يكون هناك أسباب لأمور أخر وعلى الجانب الآخر فكرة أن العيب في سبورتينج يتم الموافقة على طلب وتعجيل المباراة علشان يجي يلعب مع فريقه مع نديه مع نديه واللعيب اللي جانبه على طول لعيب النادي الأهلي عندما يطلب النادي الأهلي لا يتم الموافقة الكلام اللي أنا بقوله ده كله أو التلت حاجات يعني أنا بسأل على الجمهور ده أولا ثانيا أنا بسأل على معاد مباراة التالت والرابع ليه لأول مرة في تاريخ كرة السلة أو في تاريخ الرياضة بيحصل هذا الأمر أن تكون مباراة التالت والرابع بعد مباراة الأول والتاني ثالث حاجة لماذا لم يتم الموافقة على طلب النادي الأهلي بتأجيل المباراة يوم على الرغم من أنه تمت الموافقة على تأجيل مباراة سبورتينج يوم علشان نفس اللاعب أو لاعب منتخب مصر الكرة السلة الثلاثية اللي بتتلاعب وبنشوفها دلوقتي دي طلب تأجيل المباراة نادي سبورتينج طلب تأجيل المباراة عشان اللاعب ده حيجي متأخر فوقف قوله على الطلب أنا مش فاهم الحقيقة الثلاث أسئلة دول أنا ببعثهم لاتحاد كرة السلة علشان يرد علينا فيهم ويقول لنا إيه الموضوع لأنهم كلهم أصدقائنا وكلهم إخواتنا وأتمنى أنهم يردوا علينا بخصوص هذه الأمور